انتهت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية أنهت اجتماعها الأخير وذلك برئاسة نائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس من إعداد مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يتوافق من جميع ممثلي الجهات والوزارات الممثلين في اللجنة تمهيدا لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومن ثم عرضه على مجلس النواب بجلساته العامة وعقب هذا الاجتماع وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وجه الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة على جهودهم طوال فترة عمل اللجنة التي تجاوزت 14 شهرا مشيدا بالأحكام والصياغات الدقيقة التي أقرتها اللجنة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا لأحكام الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وفقا لأحكام الدستور والمعايير 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 الدستور والمعال الدستور والمعال الدستور والمع